موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم جميعا في مستهل هذه الحلقة من الأجندة في أجندة هذا الأسبوع جريمة التغيير الديمغرافي في اليمن والمنطقة دوافع مشروع تقسيم الشرق الأوسط منذ تهجير أهالي منطقة دماج في صعدة على يد الميليشيا الحوثية والكلام عن خطة الإماميين في تغيير الواقع الديمغرافي لبعض المناطق اليمنية يتصاعد هناك حديث مدعم بالوثائق عن خطة حوثية لتطويق العاصمة صنعاء بالكنتونات الطائفية تجمعات طائفية سلالية في محيط العاصمة يتم ذلك عبر شراء الكثير من الأراضي والبيوت في محيط العاصمة لها صالح هذه الأسر الإمامية والموالية للمشروع الإمامي في صورة مطابقة إلى حد كبير مع ما تفعله الميليشيا الطائفية في كل من العراق وسوريا مما يدل على أن المخطط واحد والعقل المدبر واحد فما حقيقة هذا المخطط الطائفي وما علاقته بمشروع الشرق الأوسط الجديد الذي تتبناه أمريكا والغرب في المنطقة هذا ما سنحاول الإجابة عنه أو البحث في حديثنا للمحور الأول من هذه الحلقة أما المحور الثاني فسيتناول الأسباب التي تقف وراء رغبة المؤسسات الغربية السياسية في تكسيم المنطقة العربية على أسس طائفية وعرقية ومن بينها طبعا اليمن بعد أن أصبح التكسيم الآن حقيقة واكعة وهذه الأسباب الكامنة وراء الحرب المشتعلة اليوم في الوطن العربي هذا هو موضوع ملفنا الثاني لهذه الحلقة في حادثة غريبة على المجتمع اليمن الحديث أقدمت ميليشيا الحوثي في مطلع العام 2014 على تهجير آلاف السكان اليمنيين من منطقتهم في دماج من محافظة صعدة ومعهم حوالي 12 ألفا من طلاب بينهم ترابة 97 طالب أجنبي وقضى الاتفاق الذي رعته الحكومة الهاشة آنذاك أن ينزح المهجرون باتجاه العاصمة صنعا وقعت هذه الجريمة بعد أن نفذ الحوثيون حصارا خانكا على منطقة دماج منذ أكثر من أو منذ شهر أكتوبر عام 2011 تخللته هذه الفترة تخللتها حرب دامية بين الطرفين يعني ما بين بداية الحصار إلى التهجير كان هناك حرب وكانت الذريعة التي برر الحوثيون بها جريمتهم جريمة الحصار والتهجير هي أن السلفي دماج الذين عرفوا بالتفرغ لدراسة كتب التراث الإسلامي قيل أنهم يجهزون للحرب ضد الحوثيين بالتعاون مع نظام علي صالح آنذاك والمملكة العربية السعودية وهي الذريعة التي أنكرها السلفيون تماما يومها قائلين أنهم طلاب علم لا طلاب حرب شكلت حادثة التهجير يومها صدبة اجتماعية كبيرة لأن اليمنيين لم يكنوا يتخيلون أن يأتي اليوم الذي يقوم فيه يمني بتهجير أخيه اليمني من منطقته وقريته تحت أي ذريعة فما بالك بذرائع واهية من هذا النوع هذه جرائم المفروض أنه لا يبيح عرف ولا دين فكيف أقدمت عليها جماعة تزعم أن مسيرتها قرآنية؟ هكذا كان الناس يتسألون يومها اتجهت عيون الناشطين والمعولين على إنسانية الغرب إلى دول الغرب لمراقبة ردة فعل الدول الراعية للحوار الوطني والمبادرة الخليجية خاصة أمريكا والدول الأوروبية هذا البعض كان يتوقع أن تكون ردة الفعل قوية تجاه جريمة تهجير أهالي دماج لأنها جريمة دينها المواثيك الدولية وتعدها جريمة حرب إلا أن المردود كان مخيبا للتوقعات فقد بدت هذه الدول سعيدة بهذه الخطوة في قرارة نفسها وإن أظهرت عدم الرضا من باب ذر الرماد على العيون حينها لم يفهم معظم اليمنيين ما سر هذه الخطوة الغريبة التي أقدم عليها الحوثيون غريبة على تقاليد المجتمع اليمني على الأكل لكن بالتأكيد كانت القلة التي تعرف طبيعة المشروع الإمامي في اليمن وفي المنطقة هذه القلة كانت تدرك جيدا لماذا قام الحوثيون بتهجير السلفيين من منطقتهم وهذه القلة تدرك أيضا أن الحوثيين سيهجرون المزيد إذا سنحت الفرصة في سبيل إعادة ترتيب الديمغرافيا اليمنية يدركون أن لدى الحوثيين مخططا لتغيير الواقع الديمغرافي في اليمن بما يحقق مشروعهم في السيطرة على اليمن والجزيرة العربية في نهاية المطاف كما يحلمون وقد تأكد هذا الاعتقاد بالفعل عندما وصل الحوثيون إلى صنعاء وتمكنوا من السيطرة على مؤسسات الدولة فمن بين إجراءات عديدة لتنفيذ خطة التغيير الديمغرافي التي تهدف إلى جعل المكون المذهبي الإمامي أغلبية في بعض المناطق والمدن ذات الأهمية المدن ذات الأهمية أو تهدف على الأقل إلى إيجاد كانتونات مذهبية السلالية في مناطق حساسة في سبيل هذا قامت الميليشيا بعملية شراء واسعة النطاق لأراضي ومساكن في محيط العاصمة صنعاء في عملية تشبه تطويق العاصمة وقد نشر ناشطون في الشهور الماضية عدداً من أسماء هذه المناطق التي بدأ الحوثيون يسيطرون عليها في محيط العاصمة وفي المحافظة صنعاء كان الناشطون قد تداولوا في وسائل التواصل الاجتماعي ما أسموه بوثيقة سرية لقرارات صادرة عن ما يسمى بالقائمين بأعمال الوزراء في صنعاء هذه الوثيقة تمنح ما سمي بمؤسسة الشهيد التابعة لميليشيا الحوثي تمنحها ملكية مساحات ومواكع وعقارات واسعة تابعة للدولة تحت ذريعة بناء مجمعات ومدن سكنية وتملكها لأسر من يعدونهم شهداء المسيرة القرآنية الوثيقة التي تحمل رقم 26 لسنة 2016 جاءت عطفاً على مذكرة رقم 74-14-16 بتاريخ 2016 مقدمة هذه الوثيقة باسم الكائم بأعمال أمين مجلس الوزراء المعين من قبل الميليشيا وتضمنت هذه الوثيقة القرارات الواردة فيها الموافقة تضمنت الموافقة على توزيع مساحات كبيرة من الأراضي الواقعة في العاصمة صنعاء ومحيطها في محافظة صنعاء وعمران توزيعها لمن؟ لأعضاء الميليشيا وأسر مقاتليهم الذين شاركوا في القتال مع الميليشيا خلال السنوات الماضية وكان الحوثيون قد استبقوا هذه القرارات بإيقالة رئيس الهيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة عبدالله عبيد الفضلي تقريباً الذي يشعر أنه رفض التجاوب مع هذه القرارات قبل إيقالته وقاموا بتعيين أحد أعضائهم وهو محمد مفتاح نيابة عن الفضلي طبعاً المخطط الإمامي واضح بالنسبة لصعدة وبالنسبة لصنعاء بالنسبة لصعدة فإن المطلوب هو أن تظل هذه المحافظة بمثابة الضحية الجنوبية في لبنين لحزب الله وبالنسبة لصنعاء فإن المطلوب هو تطويقها بتجمعات إمامية تعزز تواجدهم السابق في العاصمة نفسها وتعزز أيضاً تواجدهم في المحافظة بحيث تصبح المدينة تحت السيطرة التامة تماماً كما فعل العلويون في سوريا من قبل وكما يفعل الإماميون في العراق فمن المعروف لدى السوريين أن نظام حافظ الأسد الذي كان في الظاهر نظاماً قومياً كان يعمل من تحت الطاولة بنفس طائفي ومن ذلك أنه أنشأ تجمعات سكانية شيعية في حزام مدينة دمشق ثم جاءت إيران لتفعل ما لم يقدر عليه حافظ الأسد في حينها ونفس الحال في العراق فبعد دخول القوات الأمريكية إلى بغداد عمدت الميليشيا الطائفية إلى تهجير الكثير من أهالي مناطق حزام بغداد التي كانت سنية وأحلت محلهم سكاناً من الطائفة الشيعية وهو ما يدل على أن وراء العملية عقلاً واحداً ومخرجاً واحداً هو بالطبع العقل الإمامي والمخرج الإيراني وهذه العملية عملية التغيير الديمغرافي التي تتم الآن في بعض الدول العربية تتم الآن في سوريا والعراق على مرأة ومسمع من المجتمع الدولي دعونا نشاهد هذه المادة التي أعدها المجلس الإسلام السوري عن جريمة التغيير الديمغرافي التي يرتكبها نظام الأسد وترتكبها إيران ومليشيا حزب الله وروسيا وأمريكا في حق السنة والعرب بسوريا لنتعرف على أدوات المليشيا والنظام المجرم في تغيير الواقع الديمغرافي نشاهد عملية التغيير الديمغرافي تتم في سوريا من خلال مجموعة من الأدوات والوسائل أولاً تفريغ المدن من سكانها بخلال التجويع والحصار مضايا، الزبداني، الوعر وتتم هذه العملية أيضاً من خلال محاربة السكان بأساسيات وضروريات العيش محاربة السكان برغيف الخبز، رغيف الدم محاربة السكان بقصف المشافي، وقصف متكرر للنقاط الطبية حتى تخرج عن الخدمة قصف الأسواق الشعبية قصف قوافل الإغاثة ثالث الأدوات وأبشح هذه الأدوات هو التغيير بالطريقة السالينية الإرهاب الممنهج، مجزرة البيضة، كيماوي الغوطة، البراميل العشوائية، صواريخ سكود أدوات بعضها أبشع من بعض هذه الأدوات، القتل، والتجويع، والحصار، والتهجير القسري تجتمع لتشكل جريمة العصر الكبرى في سوريا التغيير الديمغرافي غاية الخطورة في هذه الجريمة أنها لا تقتصر على حدود سوريا هي تؤسس لمرحلة كنتونات وتقسيم على أساس طائفي وعرقي ومذهبي بعيد المدى وواسع الانتشار يصيب المنطقة برمتها طبعاً هذا يتم أمام سمع وبصر العالم دون أن يفعل المجتمع الدولي شيئاً ليس لي أنه عاجز عن الفعل وإنما لأنه غير غير راغب فيه ولن نستطيع أن نتجاهل مجموعة حقائق تؤيد ما نعتقد أنه مؤامرة غربية على المنطقة العربية مؤامرة تشترك فيها أمريكا وروسيا ودول أوروبا لإعادة تكسيم المنطقة وفق أسس جديدة تختم هذه الأطراف وهذا عمل طبعاً ما هو جديد عليها وله يعني يتعارض مع أخلاقياتها سايكس بيكو يعني مثال بسيط على ذلك الجديد في عملية التكسيم الأخيرة اللي ما بعد سايكس بيكو سايكس بيكو الجديدة يعني الجديد فيها هو دور إيران ودور روسيا طبعاً إيران التي رضيت أن تقوم بدور الشوكة والسكين في هذه العملية أو بدور السكين بالله أصح لأنه الشوكة للغرب تقوم بدور السكين بواسطة أذرعها الطائفية في العراق وسوريا واليمن وغيرها وإيران تقوم بهذا الدور باطمئنان تام يدل على أن الغرب قد أعطاها في السر الضوء الأخضر ووعدها بجزء من الكعكة كما يقال مما يدلل على هذا الضوء الأخضر عبارة خطيرة قالها وزير خارجية أمريكا ربما قبل أشهر كليلة تقول إن على السعودية أن تكبل بتكاسم النفوذ في الجزيرة مع إيران هذا بمثابة تصريح لإيران بالتوغل في الجزيرة العربية والحقيقة أننا لا نحتاج إلى تأييد هذه القناعات أو هذه القناعة بتصريحات لأن الأفعال نفسها تؤيد ما نقول أعني أفعال الدول الغربية نفسها فها هي أمريكا قاتلت وتقاتل من قبل قاتلت من قبل وتقاتل الآن إلى جنب الحشدة الشعب الطائفي في العراق باركت وتبارك أعمال التهجير والتغيير الديمغرافي في العراق التي ذهب ضحيتها المكون السن العراقي في المقام الأول ثم المكونات الأخرى مثل المكون المسيحي وغيره وها هي روسيا تقاتل إلى جانب العلويين في سوريا وتقوم بنفسها بمساعدة النظام في عمليات التهجير والتغيير الديمغرافي في سوريا هناك طرق كثيرة لعمليات التغيير الديمغرافي عن طريق القتل عن طريق التهجير عن طريق التجويع طرق كثيرة وكل الدولتان أمريكا وروسيا تتركان لإيران كامل الحرية في تصدير نفوذها ومذهبها الديني إلى اليمن بالقوة المسلحة عبر فصيلها الطائفي الممثل في ميليشيا الحوثي وهذا أمر لا يمكن تفسيره إلا بأنه مؤامرة أجنبية على المنطقة العربية طبعا إيران لديها نهم متعددة دوافع للسيطرة على منطقة الجزيرة العربية بعضها دوافع مذهبية أسطورية وبعضها أبعاد قومية فارسية وبعضها الثالث أبعاد نفعية كما لدى مختلف الدول وقد قدمنا بعض الشواهد والأدلة على ذلك في حلقات ماضية لكن ما نود أن ننبه إليه هو أن الغرب لا يتواطأ مع إيران محبة فيها وإنما لتحقيق أغراض لا يستطيع تحقيقها الآن بدون إيران الغرب الاستعماري لم يتوب بعد عن نزعته الاستعمارية ولن يتوب لكنه يتحرك في هذه الجولة الاستعمارية الجديدة بتكتيك جديد هو استنزاف المنطقة بأياد أهلها فيعمد إلى تفعيل وتحريك النزعات الطائفية والأطماع الإيرانية في المنطقة باتجاه عملية التقسيم التي سيعود خراجها إليه في نهاية المطاف وسيتحمل هذا الغرب الاستعماري مؤكدا أطماع إيران وانتفاشتها كما تحمل من قبل صدام حسين وانتفاشته وفي الوقت المناسب سيعيد إيران هذا الغرب سيعيدها إلى جحورها من جديد وربما يعيدها إلى حصورها الوسطى كما فعل بالعراق أيام هدت جيمس بيكر بإعادة العراق إلى القرون الوسطى أمريكا والغرب اليوم يكررون اللعبة التي لعبوها مع الشريف حسين في أوائل القرن الماضي فقد وعدت بريطانيا في أوائل القرن العشرين وعدت الشريف حسين بأن تجعله ملكا متوجا على جزيرة العرب إذا هو وقف إلى جانبها في حربها ضد العثمانيين أنذاك ولما وفى الشريف حسين أو أنه بعد أن وفى الشريف حسين بالتزامه اتجاه بريطانيا وقاتل معها وهزم الأتراك مع ذلك بريطانيا خذلته بعد ذلك وحرمته من الميراث هذا صح التعبير حرمته من المملكة التي وعد بها باستثناء دولتين صغيرتين وهبتا لأولاده دولة في العراق والدولة في الأردن دولة العراق ذهبت مع ذهب فيصل وبقيت الأخرى وهي الأردن مرحبا بكم مجددا تحدثنا في المحور الأول من هذه الحلقة عن مظاهر وأسباب التغيير الديمغرافي القسري الذي تنفذه إيران وأذرعها في المنطقة العربية داخل دول الجزيرة العربية التكسيم الذي تحاول من خلاله أو التغيير الذي تحاول من خلاله تهميش المكون العربي السني في العراق وسوريا لصالح مكونها المذهبي وقلنا أن هذه الجريمة لا يمكن أن تقدم عليها إيران ما لم يكن لديها ضوءا أخضر ضوءا أخضر من الدول النافذة في المجتمع الدولي وتحديدا روسيا وأمريكا وأوروبا وهنا لابد أن تنشأ أسئلة من نحو ما مصلحة الغرب في هذه العملية ما مصلحة الغرب وأمريكا في تكسيم الجزيرة العربية على أسس طائفية وعرقية لماذا تستهدف المكون السني العربي والمكون المكون العربي والمكون السني تحديدا على وجه الخصوص للإجابة على هذين السؤالين نحتاج للتوقف أمام حقيقتين الحقيقة الأولى أن الجماعات السياسية مهما تحضرت لا تستطيع أن تتخلص تماما من ميراثها وخاصة ذلك الذي يبقى كابعا في العقل الباطن وبالنسبة لأوروبا والغرب التعد الحروب الصليبية يعني جزءا من العقل الباطن الغربي لا يمكن أن ينسى بسهولة الحقيقة الثانية أن الغرب لا ينكر تخوفا من أو أنه يتبنى الكثير من المخاوف من جهة العرب خاصة المسلمين على وجه العموم هم لا ينكرون ذلك بل أن الغرب لا يخشى أي ديانة أخرى كما يخشى الإسلام ولا يخشى أي جماعة أخرى كما يخشى المسلمين كما قال أحد اللاهوتيين أو الكساوسة البرتستانت في مقال نشرته مجلة المعرفة العربية بعنوان الأسباب التاريخية واللهوتية للمخاوف الأوروبية من الإسلام أظن هذا نشر في العدد 243 من مجلة المعرفة جاء فيه في هذا المقال أن علاقة الأوروبيين أو العالم المسيحي الغربي بالإسلام مشحونة بالمخاوف وتقوم على أحكام مسبكة متأصلة في الأعماق ويجري النظر إلى الإسلام باعتباره نقيضاً للقيم الأوروبية وهذا ما كرره فيما بعد علي عزة بيكوفيتش لما قال أن الأوروبا تخشى أن يخط الإسلام شارعاً ثقافياً بجوارها وهو الأمر الذي لم يبدأ طبعاً مع أحداث الحادي عشر من سبتمبر بل على مر التاريخ الطويل للعلاقات الأوروبية الشرقية أو الإسلامية والتي ترجع جذورها إلى بدايات العصر أو العصور الوسطى ثم يقول هذا القسيس الأمريكي وفي المقابل يعني في مقابل هذا التخوف من الإسلام لا تنتابنا مشاعر خوف من الهندوسية ولا من البوذية التي تتمتع بالجاذبية في أوروبا ولا من ديانة الشينتو اليابانية ولا من الأديان العرقية الكثيرة كما هو الحال مع الإسلام يعني الخوف فقط في أوروبا من الإسلام فقط الدين الوحيد الذي يثير بخاوفهم ولم تنشأ في أوروبا المسيحية أحكام مسبقة مترسخة وسوء تقدير تجاه أديان أخرى على مستوى العالم كما هو الحال تجاه الإسلام وحينما يتحدث الغرب عن الإسلام التاريخي فإنما يعني ويشير في الغالب إلى التيار السني باعتباره المكون الأكبر والرئيس في التاريخ وباعتباره التيار الذي احتك بالحضارة الغربية طوال التاريخ سواء في الحروب الصليبية أو في غيرها يعني الحروب الصليبية في الشرق الإسلامي أو حروب الأندلس أو احتكاك العلمي أو الاحتكاك التجاري أما العرب فقد كانوا دائماً هم النواة الصلبة لهذا المكون الكبير هذه حقيقة حقيقة أولية لا يمكن أن نتجاوزها يعني حقيقة أن الغرب يخاف من السنة ويخاف من العرب وأن هناك مخاوف كامنة هذه حقيقة لا ليس لأن العرب الآن يشكلون تهديداً ليس لأنهم شيء له معنى لا ولكن دائماً ما تنظر أوروبا لأن هذه المنطقة الجغرافية هي مصدر للمخاوف من قديم الزمان ولا يستبعد أن تكون مصدراً جديداً للمخاوف في المستقبل وما أحداث الحادي عشر من سبتمبر وغيرها إلا يعني مؤشرات على ذلك ما نريد أن نخلص إليه هو أن هذه المخاوف الغربية القديمة من الإسلام والمسلمين قد دخلت عليها عوامل جديدة ضاعفت من حدتها كثيراً في النصف الثاني من القرن العشرين كان أول هذه العوامل وهو له علاقة بموضوعنا في البحور الأول كان أول هذه العوامل التي تثير مخاوف الغرب من المسلمين ومن العرب هو التهديد الديمغرافي الذي بات يشكله المسلمون في البلدان الأوروبية سواء عن طريق ارتفاع نسبة المهاجرين العرب والمسلمين إليها أو عن طريق زيادة نسبة المواليد المسلمين داخل القرن الأوروبية وأمريكا أو عن طريق انتشار الإسلام الانتشار المتنامي للإسلام في أوساط السكان الأصليين للقرن الأوروبية وأمريكا هذا عامل أول أما ثاني هذه العوامل مخاوف أوروبا فهو مخاوف الغرب عفوا فهو ظهور ما يسمى بالصحوة الإسلامية تلك التي ساهمت جيوشها بدور كبير في تقويض الاتحاد السوفيت السابق تحت سمع بصر وتعاون الغرب الرأسمالي أيامها الصحوة التي رفعت شعارات معادية للحضارة الغربية والدولة الصهيونية الصحوة التي ينسب إلى أحد أجنحتها أو تجلياتها أو مظاهرها ينسب إليه الهجوم التاريخي على برجي التجارة في مدينة نيويورك الصحوة التي أخرجت ملايين الثوار في ثورات الربيع العربي إلى الشوارع وبهبت تسقط الأنظمة ديكتاتورية المستبدة العميلة للغرب وتبشر بدول ذات قرار سياسي مستقل هذا عامل آخر أثار مخاوف الغرب سنعود إليه من المناسب أن نتوقف بالشرح عند كل عامل من هذين العاملين كلهم على حدة بالنسبة للعامل الأول في تخوف الغرب من الكيان الإسلامي العربي اللي هو عامل ديمغرافيا تهديد الديمغرافيا لأوروبا فكذب ظهرت منذ عقود دراسات غربية عديدة تحذر من خطر وقوع الكارة الأوروبية تحت النفوذ الإسلامي ومن تلك الدراسات دراسة للدبلوماس الأمريكي ثيموثي صفيج تحت عنوان هكذا اسمها أوروبا والإسلام الهلال المتنامي وصدام الثقافات هذا عنوان الدراسة وهو دبلوماسي أمريكي كان يشتغل قنصل في ألمانيا وله الطلاع واسع على مشكلات الجالية المسلمة في ألمانيا هذه المقالة أو هذه الدراسة نشرتها مجلة The Washington Quarterly في العام 2004 الذي يطلع على هذه الدراسة يكف عند حكائق خطيرة كثيرة منها مدعم بإحصاءات دقيقة تدل على أنه لدى المؤسسات الغربية يكبى تجاه الظواهر التي تهدد هذه المجتمعات كانت التقديرات الأوروبية تحصي عدد المسلمين في أوروبا بما يتراوح بين 13 إلى 18 مليون مجموع المسلمين داخل أوروبا اعتمادا على تقديرات إعلامية وبحوث غير مكتملة أما التقرير الأمريكي المتعلق بالحريات الدينية الصادر في العام 2003 فيقدر عدد المسلمين في أوروبا بأكثر من 23 مليون نسمة يعني حوالي 5% من عدد سكان أوروبا وتشير الدراسة التي أعدها الدبلوماس الأمريكي سافج إلى أن انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي سيكفز بعدد المسلمين إلى أكثر من 90 مليون في القارة الأوروبية وحدها يعني بما نسبته 15% من عدد سكان أوروبا وهذه نسبة خطيرة تخيفهم طبعا وتشير الدراسة إلى أن عدد المسلمين كتزاد إلى أكثر من الضعف خلال العقود الثلاثة الأخيرة وأن نسبة الولادات في صفوفهم مرتفعة جدا هناك خصوبة لدى الجاليات الإسلامية هذا بالفعل يهدد الحضارة الغربية من وجهة نظرها يهددها سواء في طابعها المسيحي طابع المسيحي في الحضارة الغربية مكون أساسي من مكوناتها وهذا يهدد هذا الطابع ويهدد أيضا طابعها العلماني الذي أصبح يشكل جوهرها الحديث حضارة الغربية هي حضارة العلمانية والغرب مع الأسف غير مستعد لتشجيع التيارات الأكثر استنارة في الإسلام للدفع به وبالمجتمع الإسلامي إلى المزيد من التهذيب والرقي حتى لا يتسبب في إزعاج العالم بل على العكس يوفر الغرب الكثير من الذرائع لإدامة الكراهية والاختلاف بين المجتمعين المجتمع الإسلامي والمجتمع الغربي من هذه الدرائع توفير الحماية الدائمة للأنظمة السياسية العربية المستبدة الفاسدة والعمل على إجهاض أي محاولة للخلاص من هذه الأنظمة إذن التهديد الديمغرافي حقيقة موجودة في الغرب الغرب مفتح حيون عليها يخشاها ولابد من أن يتخذ إجراءات العامل الثاني الذي أيقض مخاوف أوروبا والغرب تجاه العرب والمسلمين كما قلنا هو ظهور ما يسمى بالصحوة الإسلامية في النصف الثاني من القرن العشرين نقول إن هذا العامل أيقضى المخاوف الأوروبية أيقوها لماذا؟ لأن أوروبا في حصرها الحديث كانت قد تجاوزت على مستوى الوعي تجاوزت مخاوفها من الإسلام والمسلمين المخاوف التي ورثتها عن فترة الحروب الصليبية والفتوحات الإسلامية وخرجت أوروبا في العصر الحديث وهي تشعر بالزهوة بما إنجزته من تقدم علمي وأدبي كبيرين وتشعر بالشفقة أو الازدراء من وضع العرب والمسلمين في هذا العصر أو بلغة الكسيس السابق فقد رأى الكثيرون في الغرب أن الإسلام اختفى نهائيا في الكرن التاسع عشر وفي إطار فكرة العلمانية التي حكمت الغرب لم تعد أوروبا تضع في حسبانها أن الأديان سوف تعود لتلعب دورا مهيمنا مرة أخرى لذلك لم تكن تتوجس خيفة آنذاك إلى منتصف الكرن العشرين على الأكل لم يكن العقل الغربي يشعر بأي تهديد من كبر المجتمعات المتخلفة التي تسمى مجتمعات عربية أو إسلامية إلى أن ظهرت جماعات الإسلام السياسي التي تنادي بعودة الخلافة الإسلامية والتمكين وأستاذية العالم والتي أسهمت بشكل فعال فيما بعد في حروب العرب ضد إسرائيل في الأربعينيات إلى أن ظهرت هذه الأمور إلا أن مشاركة هذه الجماعات في الحرب ضد الاتحاد السوفيتي هو الذي لفت إليها عيون دوائر السياسة الغربية هذه كانت أبرز مساهمة لفتت الانتباه لمشروع ما يسمى بالصحوة الإسلامية ولعل هذه المشاركة هي التي دفعت القائد العام لقوات حلف شمال الأطلسي نعني بالمشاركة مشاركة الإسلاميين في حرب الاتحاد السوفيتي وأسقاط دفعت القائد العام لقوات حلف الأطلسي في عام 1988 القائد جونجالفن عندما أصبح من الواضح قرب انهيار الإمبراطورية السوفيتية ظهر هذا القائد في كلمة الوداع بمناسبة نهاية خدمته في بروكسل وقال بحماس شديد تنبأ بحرب حاسمة قادمة في تاريخ العالم قائلا إننا انتصرنا في الحرب الباردة بعد سبعين عاما من التي والآن نعود إلى المحور الفعلي للخلاف على مدى الألف وثلاثبائة سنة الأخيرة ألا وهو الصراع الشديد مع الإسلام خلصنا صراع مع الاتحاد السوفيتي الآن تعالوا نفرغ للصراع مع الإسلام اللي عمره أطول بكثير من عمره الاتحاد السوفيتي هذا كلام القائد العام لقوات حلف الناتو في ثمانية وثمانين يعني قبل أحداث سبتمبر وقبل غيرها وبعدها بسنوات وتحديدا في عام الف تسعمية وثلاثة وتسعين نشرت مجلة بروفيل الإخبارية النمساوية مقالا بعنوان هلال في قبة السماء السوداء شبحوا الإسلام يجولوا في أوروبا فهل يهددنا الخطر الأخضر يعني الإسلام يسموه خطر أخضر بعد زوال الخطر الأحمر يعني الشيوعية هذا مقال آخر يدل على أنه في شغل قديم داخل أوروبا لمواجهة المخاطر الإسلامية وما كتاب صدام الحضارات لسمويل هنتجتون إلا بمثابة التجسيد النظري والختامي لهذه المخاوف حديث عن صراع ثقافات يكفيها الإسلام في مواجهة الغرب هذه المخاوف أصبحت حديثه السياسيين في أوروبا كلها وتحديدا في الكونغرس الأمريكي حيث يجلس حكام العالم الكبار الفيديو القادم يبين كيف أن بعض السياسيين الغربيين بات يستدعي التاريخ في حديثه عن الظاهرة الإسلامية المعاصرة وفي تحذيره منها هذا السيناتور ستيف كينغ يذكر الأمريكيين بالفتوحات الإسلامية وكيف هددت أوروبا من قبل وأن الواجب على أمريكا اليوم مواجهتها بالقوة المسلحة واللافت في كلام السيناتور هو أنه يدمج بين داعش وتعالم النبي محمد ويعتبر داعش امتداد طبيعي للسيرة النبوية وهذه هي العكيدة الحقيقية للغربيين وإن حاولوا أن يظهروا غير ذلك وإن قالوا أنهم لا يحاربون الإسلام المعتدل وإنما يحاربون التطرف وداعش نستمع لسيناتور كينغ وقفو قمت بشيcnات dan وتضباعن We've seen some dramatic changes in history over the last few years so I'd say to the United States we need to step up to this we need to recognize our enemy we need to defeat our enemies our enemies are Islamic jihad if you go back to the time of Muhammad about the last 20 years of his life and for a hundred years after his death there was a there was a conquest going on أن shall I call them religious conversions by the sword and as the conquest was going on Islam was invading and occupying most of the known world at the time that was 732 AD and you could fast forward again and again to catch some of the milestones 1571 the Battle of Lepanto when the Islamist Navy was sunk by the Holy League Navy that went to meet them in the Aegean Sea ويمكن بيو أن تذهب إلى 1683 عندما كانت حصولي بإيئة الإسلامية وعندما أنه أجل 14 سنعود في عدد 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 ومثل بكثير من أجل دو آنه فقط فقط لكثير من الوضع ومثلت في أجل 11 سنة تجربة المجموعية تجربة تجربة وكثر من نجمع مجموعًا يجربة البشر بمجموعات تتجربة تجربة الدولة لدى المؤسسات البحثية الغربية من الإسلام والمسلمين تترجم في المؤسسات السياسية إلى قرارات سياسية يعني إحنا ذكرنا مؤلفين وذكرنا كتاب وذكرنا باحثين بيحذروا بيطرحوا مخاوف لدى الغرب هذه المخاوف تتحول إلى ماذا؟ إلى قرارات سياسية قرارات غير معلنة والغرب كما نعرفه لديه ميزة تستحق التقدير بصراحة هي أنهم يفكرون في حلول جذرية دائما للمشكلات إذا واجهوا مشكلة لا يفكروا بحلول ترقيعية لا يميلون كما نفعل نحن العرب إلى الحلول المسكنة والحلول الترقيعية هم إذا وجدوا مشكلة يبحثون عن حل جذري يعني إذا كان هناك مشكلة اسمها الإسلام ما الذي يفعلونه؟ يحاولون اشتثاف الإسلام نفسه وإذا لم يستطعوا وهم يدركون أنهم لا يستطيعون فلا بد طبعا يطلبون هذه الحلول من أصحاب الاختصاص أي من مراكز الدراسات والبحوث لديهم معاهد ومراكز دراسات يطلبونها كما فعل البوش الأب بعد أحداثها 10 سبتمبر عام 2001 فقط أعطى شيكا مفتوحا لبعض المؤسسات البحثية من أجل دراسة الظاهرة الإسلامية وتقديم النصائح اللازمة وكتجأته النصائح بعد أعوام من هذه المراكز والمعاهد تقول له إن مصدر الإزعاج والإرهاب الإسلامي هو هذه الكتلة السنية الضخمة في العالم ولأنه من غير الممكن على المدى المنظور أن ندفع هذه الكتلة السنية الضخمة للتخلي عن معتقداتها أو نتمكن من الصيطرة عليها بما أن هذا متعذر ومستحيل فإن أفضل الحلول هو أن نضرب الحجر بأختها أي أن نضرب الحجر السنية بالحجر الشيعية والصوفية إن على أمريكا وهذه هي النصيحة التي قدمتها بعض المعاهد أن تمد يدها للتيار الصوفي والمكون الشيعي للتعاون في السيطرة على العالم الإسلامي وهذا سيحقق مردودات كثيرة منها تحقيق أمن إسرائيل بإشغال العرب والمسلمين في أنفسهم ومنها الحد من تمدد النفوذ التركي الصاعد في العقود الأخيرة وهو نفوذ طابع إسلامي ومنها استنزاف احتياطيات دول الخليج بالمرة لكي تدافع عن نفسها تجاه التهديد الإيراني وبقيت مسألتان ضروريتان كان البت فيهما من شأن المؤسسات السياسية والاستخبارية الغربية الأولى ضمان نجاح هذه العملية وديمومتها هذا ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى خطوتين مهمتين لكنهما تتسمان بالكثير من المخاطر الخطوة الأولى تكسيم دول الشرق الأوسط وفقاً لأسس طائفية وعرقية جديدة والخطوة الأخرى هي إيجاد الذريعة المناسبة لمواجهة أي تحرك من كبل الكتلة السنية الرافضة لمشروع التكسيم طبعاً على مستوى الخطوة الأولى خطوة التكسيم الغرب ساعد في إفشال ثورات الربيع العربي وخاصة في مصر وترك المنطقة تنزلك إلى حروب أهلية طاحنة وفي هذه الأثناء قررت أمريكا فكر تباطها بالسعودية ودول الخليج وانسحابها من التزاماتها التاريخية تجاه أمن الخليج العربي وذهبت تعقد اتفاقات مع إيران التي كانت تهدد الخليج اتفاقات تقوي من نفوذ إيران في المنطقة أما على مستوى الخطوة الثانية خطوة تكبيل وتقييد المارد السني فقد رفعت شعار الحرب على الإرهاب وجعلت من أهداف هذه الحرب ضرب كل الحركات السنية سواء كانت معتدلة أو غير معتدلة كل من يفكر في العمل المسلح ضد التوسع الإيراني وضد الأنظمة العربية المستبدة سيتهم بالإرهاب وتوزعت هذه التهمة بينها وبين روسيا وإيران كل واحد أخذ له حصة أمريكا تتهم فصائل معينة وروسيا تتهم فصائل أخرى بالإرهاب فصائل المعتدلة أمريكا تتهم القاعدة وداعش وما شابهها وسوريا تشتغل على الإخوان وما شابههم وأصبحت كلمة الإرهاب تطلق عند الروس والأمريكان والإيرانيين على كل ما هو سني وعربي فقط طبعا هذا يتم باستغلال وتوجيه مجاميع من المتطرفين السنيين لا شك متطرفين لو لا وجودهم ما استطاعت المخابرات الغربية عمل شيء هي تعخذهم وتوجههم بطريقة ذكية مباشرة أو غير مباشرة لخدمة هذه الأجندة وهذه الأهداف طبعا نحن نقول هذا الكلام ليس من أجل إدانة الغرب والحضارة الغربية وأمريكا وهي جزء من الحضارة الغربية لا نقول هذا الكلام لمجرد الإدانة فالأمر الإدانة لا طائل وراعة وإنما نحاول تشخيص المشكلة تشخيصا دقيكا لأن التشخيص الصحيح هو نصف الحل أما تخدير الناس وتضليلهم بالحديث عن أسباب هامشية لما يجري في المنطقة فلن يعود علينا جميعا إلا بالفشل العرب اليوم والمسلمون في حالة لم تعد تسمح بمغالطة النفس وتضليلها ينبغي أن نشير إلى الأسباب الحقيقية وراء ما يحدث لنا من أجل التصحيح والتصويب من أجل بناء تصورات جديدة للتواصل مع العالم من حولنا من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه أعزائي المشاهدين إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من الأجندة نلقاكم في الأسبوع القادم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر